أعلنت نقاوة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخريوي نهار أمس عن التوقف التام عن العمل لتثبيت حقوقهم وإيجاد الحلول لمعاناتهم نحنا منا دعاة إضراب بس هيك كيف ما كان أولى البهبورة أو أي شيء نحنا اليوم عم نطلب حقوقنا يلي هي منا شيء زيادة عم نطلب حقنا بس مثل ما هو لا أكثر ولا أل نحنا اليوم نتصالات بعدها ماشية مجلس النقابة باجتماع مفتوح دايما الوزير أكيد على تواصل دائم إن كان معنا أو مع الإدارات وعام نجرب نلاقي حل وبالرغم من وعود وزارة الاتصالات وإدارتين ميكوان وميكتو بتجديد عقد العمل الجماعي وتحسينه لحفظ حقوق موظفي القطاع وتطويره إلا أن المعنيين يمارسون المماظلة اليوم نطلب عقد العمل الجماعي يكون منضي طيح حافظ على حقوق الموظفين كاملة وبلا استنسبية وبلا استنسبية كليا وهالعقد اللي هو لكل الموظفين انتقلنا في إصالة من الـ 2013 ممضى العقد أول وزير مضى تاني وزير مضى والوزير الحالي كتير متجاوب بس نطلعين هالرسالة اللي بتقول بليز بروسيد بإمضى العقد لا أكثر ولا أل بالإضافة إلى عقد العمل الجماعي لا يزال الموظف لا يتقادون فقط 60% من رواتبهم بالدولار الفراش مع العلم أن شركتين الاتصالات تستوفي بدل خدماتها بالدولار 100% اليوم نحن أقل شخص موجود بالشركات صروا 20-25 سنة الميليموم بالشركة محافظة على القطاع عم يجي كل يوم على شغله من الثانين للثبت دون انقطاع تحت الأصف تحت التلج تحت العواصف ولا أي شيء ما عم نطلب ولا أي شيء زيادة ما عشيتنا بس كرميل نظل موقفين عجرينا نكمل شهرنا نعيش بكرامة لأنه الخبرية مناش حادي لا أكثر ولا أل أشار نقيب موظفي الخلياوي نبيل يوسف أن التشورات مستمرة لإيجاد الحلول المناسبة وأكد أن خدمات الاتصالات لن تتأثر بالإضراب والحفاظ عليها واجب